الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 367 من الجزء الثاني رقم الحديث 79 الحديث التاسع والسبعون عن الأصبغي ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل عن ذي القرنين سائل سأل الأميرة عن ذي القرنين إجابات الأمير مفصلة إذا أردت أن أقرأ كل ما ورد في هذه الرواية الطويلة سأحتاج إلى عدة حلقات لشرحها لكنني سأأخذ منها لقطات الرواية طويلة الرواية تبدأ من صفحة 367 إنها تستمر إلى صفحة ثلاثمائة أو خمسة وسبعين رواية طويلة وطويلة جدا لا أستطيع أن أقرأها بكاملها ولا أجد وقتا لشرحها سأأخذ منها لقطات توضح لكم المطالب المهمة فيما يرتبط بردم ذي القرنين بسد ذي القرنين سؤال وجه إلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بدأ يحدث أسائل عن ذي القرنين ومن أنه كان عبدا صالحا إلى التفاصيل التي ذكرها سيد الأوصياء إلى أن قال أمير المؤمنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا هذه هي الأسباب التي ترتبط بالسماء حديثنا عن السماء الدنيا السماء الدنيا زينتها هذه الأجرام السماوية الهائلة أمير المؤمنين هو الذي يقول ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا حينما عرضت لكم في بياني مضامين الآيات لم يكن الكلام من عندي إنما لخصته لكم أوجسته لكم بأسلوب وتعابيري فهذه المضامين مأخوذة من تفسيرهم نحن هكذا بايعنا بايعنا أن نفسر القرآن بحسب تفسير علي وآل علي هكذا بايعنا في الغدير أنا لا أريد أن أكون كمرجئة النجف كبترية الطوسي كمقصرة حوزة الطوسي الذين نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ابتداء من الطوسي نفسه وإلى يومنا هذا أمير المؤمنين يقول وهو يتحدث عن ذي القرنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها وفجاجها حتى أبصر حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب في الأرض وفي غير الأرض فإن الله فإن الله رفعه إلى السماء ثم رفعه إلى السماء إلى السماء فكشط له عن الأرض كلها كلها جبالها وسهولها وفجاجها الفجاج ما بين الجبال السهول الأراضي السهلة البعيدة عن الجبال السهول الأراضي المنبسطة البعيدة عن الجبال كالصحاري الواسعة الممتدة مثلا نذهب إلى فاصل ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض فكشط له عن الأرض كلها كشط أزال الحواجب أزال الغوامض كشف له تفاصيلها هذا المراد من الرواية فكشط له عن الأرض ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها الجبال مرتفع من الأرض وسهول منبسط منها والفجاج ما بين الجبال الوديان وما يلتصق ويلتحق بها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب الحديث هنا ليس عن مشرق الأرض ومغربها فقط وإنما عن المشرق والمغرب الذي مر الحديث عنه في آيات سورة الكهف عن مغرب الشمس عن مطلع الشمس وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل وأيده في قرنيه بكشف من السماء ذو القرنين سمي بذو القرنين لأنه ضرب على قرنيه على قرنه الأيمن وعلى قرنه الأيسر وهذا مبين في الروايات لكن الرواية هنا تتحدث عن معنى آخر هناك جهاز جهاز خاص عند ذو القرنين الإمام يحدثنا عنه وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هذا جهاز قد يلبسه على رأسه أو قد يكون في منظومة من المنظومات التي كانت في مملكته وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ستأتي التفاصيل ثم أهبط إلى الأرض كان في دورة علمية وتدريبية كي يرى ماذا يجري في السماء الدنيا لأنه سيعطى من الأسباب التي سيستعملها كي تمتد مملكته من الأرض إلى السماء كان في كورس سماوات وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق لقد نزل بجهاز بمنظومة لها قرنان هذان القرنان قد يكونان وسيلتين للإرسال أو للاستلام أو للاستكشاف أو لغير ذلك الرواية ستحدثنا وأيده في قرنيه بكشف من السماء بوسيلة كاشفة فيه ظلمات ورعد وبرق ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أنسر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد أو فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد طويت لك البلاد إنه يمتلك من الوسائل التي يتحرك من خلالها وبواسطتها حركة سريعة ومر علينا مثل ما كان عند سليمان قطعا ذو القرنين تأريخيا كان قبل سليمان وليس بعد سليمان تأريخيا كان قبل سليمان قطعا كان بعد زمان نوح وبعد الطوفان ذو القرنين زمانه بعد الطوفان وبعد الطوفان بمدة طويلة لكنه قطعا قبل زمان سليمان بمدة مديدة ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها هل مراد من غرب الأرض وشرقها في الأرض نفسها أو أن المراد من غرب الأرض وشرقها هو خارج الأرض في السماء السياق بكله يشير إلى هذا يشير إلى السماء هو سار في شرق الأرض وغربها في الأرض ولكنه سار أيضا في شرق الأرض وغربها في السماء مثل ما قرأت عليكم في الآيات من سورة الكهف ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب إلى ناحية المغرب إلى مغرب الأرض فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق هذا لا يتنسب مع أساليب الأنبياء والأوصياء والأولياء في نشر الهدى على أرضنا هذه هذا يتناسب مع مخلوقات أخرى فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها فهل تبليغ الرسالة لأهل الأرض بهذه الطريقة فكان إذا مر بقرية زأر فيها والزئير هنا ليس بالضرورة أن يكون زئيرا كهذا الذي نفهمه بلغة العرف وإنما هو شيء تقريبي يتناسب مع تلك البقاع السماواتية السماواتية التي ذهب إليها فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزعر الأسد المغضب فينبعث فينبعث من قرنيه من قرنيه من هذا الجهاز الذي أنزل معه من السماء من هناك من المكان الذي كان فيه حيث كانت التقنيات عالية جدا فجاء بهذه الأجهزة التي يقول عنها أمير المؤمنين وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ثم أهبط إلى الأرض بعد أن زود بهذه الإمكانات ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض غرب الكوكب في السماء وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك فسارذوا القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق قطعا ليس المراد من قرنيه من قرني جمجمته التي ضربت ذلك وجه من وجوه تسميته بذي القرني فينبعث من قرنيه هذا الذي عبر عنه أمير المؤمنين وأيده في قرنيه بكشف من السماء فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ويهلك من ناواه وخالفه بهذه الأجهزة بهذا الجهاز ويهلك من ناواه وخالفه فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب قال أمير المؤمنين يقول وذلك قول الله إنا مكنا له في الأرض هذا التمكين في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنها أسباب السماوات يستمر الأمير صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن التمكين الأرضي وعن التمكين السمائي لذي القرنين في مملكته الأرضية السماواتية حين أقول السماواتية أعني في زينة سماء الدنيا في المجرات والأجرام السماوية خارج الأرض الرواية طويلة صفحة 369 وزاد جبرئيل بن أحمد في حديثه بأساند عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هذه تفاصيل في الرواية نفسها بأسانيد أخرى الإمام يحدثنا عن ذي القرنين وعن صلاحه وعن قربه من الله ويقول وكان له خليلا من الملائكة كان مصادقا للملائكة فهو فهو من أهل السماء ومن أهل الأرض حينما كان في السماء كان على صلة بالملائكة وغير الملائكة أيضا من دواب السماء حيث جاء بأجهزة الكشف معه من السماء وكان له خليلا من الملائكة يقال له رفائيل ينزل إليه فيحدثه ويناجيه رفائيل صديق من الملائكة لذي القرنين وكان له خليلا من الملائكة يقال له رفائيل ينزل إليه فيحدثه ويناجيه الرواية فيها تفصيل إلى أن حدث رفائيل في يوم من الأيام ذا القرنين حدثه عن عين الحياة ليست في الأرض إنها في السماء في مكان في هذه المجرات العظيمة رفائيل يحدث ذا القرنين عن عين الحياة فهنا سأل ذا القرنين رفائيل قال وأين تلك العين وهل تعرفها لماذا سأل عنها لأن رفائيل أخبر ذا القرنين من أن الذي يشرب منها لم يموت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت فإن ظفرت بها ظفرت بالعين تعش ما شئت هذه هي عين الحياة فرفائيل يحدث ذا القرنين عن هذه العين ليست في الأرض قال وأين تلك العين وهل تعرفها قال لا غير أن نتحدث في السماء أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان في الأرض يعني فيما هو الأسفل من السماء ليس الحديث عن كرتنا الأرضية هذا التعبير السماوات والأرض في بعض الأحاين يقصد من الأرض الجهة السفلة مثل ما يقصد من السماء الجهة العليا وأنزلنا من السماء من الجهة العليا فالغيوم فالغيوم قريبة منه قريبة من الأرض حينما تصعدون في الطائرات فإن طائرات تحلق فوق الغيوم بل بل وإذا إذا إذا صعدنا إلى الجبال العالية فإننا سنعلو فوق الغيوم بعض بعض الغيوم تكون في ارتفاع دون الجبال العالية وأنزلنا من السماء ماء طهورة من الجهة العالية فيعبر في بعض الأحيان بالسماء عن الجهة العالية داخل الغلاف الغازي مثل ما نقول من أن الطائرة تطير في السماء إنها تطير دون الغلاف الغازي في مسافة قريبة من سطح الأرض ونقول من أن الطيور تطير في السماء السماء هنا جهة العلو وكذلك ورد التعبير بالأرض عن الجهة السافلة ليس دائما يراد من الأرض الكرة الأرضية هذا موضوع فيه تفصيل لابد أن نقلب الآيات والروايات وأنا لا أجد مجال لذلك قال وأين تلك العين هذه العين التي من شرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت فقال ذو القرنين يسأل خليله من الملائكة رفائيل وأين تلك العين وهل تعرفها قال لا غير أننا نتحدث في السماء أن لله في الأرض في الجهة السافلة يعني في أجرام ومجرات السماء الدنيا إن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان فقال ذو القرنين وأين تلك الظلمة لو كانت في الأرض لكان ذو القرنين عارفا بها فقد مر علينا قبل قليل من أن الله حين رفعه إلى السماء كشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب لو كانت هذه الظلمة في الأرض لكان عارفا بها لتعلم أسرارها ولعرف أحوالها حينما كان في تلك الدورة التدريبية في السماء فقال فقال ذو القرنين وأين تلك الظلمة فقال رفائيل ما أدري ثم صعد رفائيل قطعا بدأ ذو القرنين يبحث عن هذه الظلمة نذهب إلى فاصل الرواية فيها تفصيل من أن ذو القرنين دخله حزن شديد حزن طويل كما تصف الرواية ذلك لأنه لم يستطع أن يعرف أين تلك العين وسعى في الأسباب إلى أن عرف موضعها في السماء وليس في الأرض وهذا هو السبب المهم الذي لأجله تحرك ذو القرنين في سفرته الفضائية العظيمة صفحة 371 في جانب من جوانب الرواية الطويلة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن استطاع أن يحصل على معلومات مهمة عن موضع تلك العين الأمير يقول ففرح ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم يعني الحكماء وأهل الحكم منهم وربما في الأصل وأهل الحكمة منهم وأهل الحكم منهم فاجتمع إليه ألف حكيم وعالم وفقيه فلما اجتمعوا إليه تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة فسار بهم يريد مطلع الشمس يخوض البحار ويقطع الجبال والفياف والأراضين والمفاوس فسار إثنتي عشرة سنة هذه السنون من سني الأرض من سني السماء بالنتيجة الأرقام في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الروايات تأتي بلسان التقريب فسار إثنتي عشرة سنة حتى انتهى إلى طرف الظلم فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء فضاء ولكنها هواء فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم فقال يا معشر الفقهاء والعلماء إني أريد أن أسلك هذه الظلمة فخروا له سجدا فقالوا أيها الملك إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك قال إنه لابد لي من طلبها ويستمر الكلام هذه المطالب التي ذكرت في هذا المقطع من الرواية العلوية قطعا هي بلسان التقريب تناسب المتلقي في زمان حديثها في زمان قولها حينما تكلم بها أمير المؤمنين ومع ذلك فإنها تشتمل على الكثير من المطالب التي لا وجود لها على أرضنا هذه التي نعيش عليها فسار فسار إثنتي عشرة سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسكر عليها إلى آخر ما جاء من كلام في هذه العبائر والجمل حيث قالوا له أيها الملك إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك قال إنه لا بد لي من طلبها وتستمر الرواية في التفصيل إلى أن تقول وأمرهم ذو القرنين أمر الذين ذهبوا معه فهو اختار بعضا ممن رافقه في سفره إلى الجهة التي عسكر عندها عند طرف الظلم نحن لا ندري أين هي في مجرتنا أو في المجرات الأخرى نحن لا ندري لكن الآيات مع هذه البيانات آيات سورة الكهف مع بيانات أمير المؤمنين ومع بيانات أخرى سأذكرها لكم في حلقة يوم غد كل ذلك يشير إلى أننا نتحدث عن الأجرام السماوية خارج الأرض وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسارذوا القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره إثنتي عشرة سنة أمر أهل عسكره الذين تركهم عند بداية الظلمة في أي مكان من السماء نحن لا ندري وأمرهم أن يدخلوا الظلمة الذين معه الذين انتخبه إنهم القوات الخاصة التي رافقته وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسارذوا القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره الذين رافقوه في السفر قبل الوصول إلى هذه النقطة أن يلزموا معسكره إثنتي عشرة سنة هل هي من سني الأرض من سني السماء من سني المكان الذي كان فيه فسنوات المشتري غير سنوات الأرض وسنوات المريخ كذلك هي غير سنوات المشتري وغير سنوات الأرض وهكذا في كل جرم سماوي هل الحساب بالسنة الضوئية بالسنة الصوتية أم بسنة أخرى أم بسنة أخرى هل هي سنة في الحلقة الماضية حينما حسبت لكم سرعة الرخاء وسرعة العاصفة للكرسي السليماني الطائر يمكنني أن أعيد الكرة هنا أيضا ولكن بطريقة أخرى تختلف اختلافا كبيرا عن الطريقة التي تقدمت لكن المقام ما هو بمقام تفصيل وتطويل وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسارذوا القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره إثنتي عشرة سنة فإن رجعه وإليهم إلى ذلك الوقت فهذا أمر حسن وإلا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاءوا فقال الخضر الخضر في هذه السفرة هو الذي عثر على عين الحياة وشرب منها ذو القرنين لم يعثر على عين الحياة الخضر كان وزيرا لذي القرنين والخضر أيضا سيكون من وزراء الدولة القائمية المهدوية تلاحظون الترابط والرمزية لم يكن اختياري لهذه الآيات ولهذه التفاصيل اعتباطية نحن نتحدث في الأجواء المهدوية هنا ونحن نتحدث عن ذي القرنين فذو القرنين هو الآخر من الراجعين والخضر خادم في زمان الغيبة لإمام زماننا ووزير من وزراء الدولة المهدوية العظمى عند الظهور الشريف فقال على الخضر وهو قريب لذي القرنين كما تحدثنا الروايات فقال على الخضر أيها الملك إن نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا بالضلال إذا ماتاها أحد منا كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء عنده أجهزة ذو القرنين عنده أجهزة هذه الأجهزة جاء بها من السماء حينما كان في تلك الدورة التدريبية ألم يكن عنده جهاز كشف له قرنان فيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق مر علينا في بداية الرواية فقال الخضر أيها الملك إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء جهاز ولكن ماذا يقول أمير المؤمنين كيف يقرب الفكرة للمتلقين في زمانه فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة كأنها مشعلة كأنها وسيلة لإيقاد النار المشعلة هي هذه المشعلة وسيلة لإيقاد النار أو هي وسيلة يستضاء بها المشعلة والمشعل بمعنى واحد فالمشعل والمشعلة إما هي القادحة قادحة النار والتي تسمى مثلا على سبيل المثال بالقداحة أو بالولاعة القداحة والولاعة هي هذه القادحة والمشعلة أو المشعل الذي يستعمل للإضاءة القبس الناري الكلام تقريبي فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة هل نحن في فيلماً من أفلام هوليوود من أفلام الخيال العلمي أنا أقرأ عليكم من تفسير العياشي العياشي كان معاصراً للكلين نحن نتحدث عن زمان الغيبة الصغرى هذا الكتاب ألف في زمان الغيبة الصغرى فالعياشي كان من رجال الغيبة الصغرى والرواية مروية عن الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال أنتهى أحدكم فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح هذه أجهزة هذه أجهزة إرسال واستلام إنها أجهزة استرشاد هذا رادار رادار يتناسب مع تلك العوالم جهاز فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها قطعا سيكونون مجهزين بأجهزة الإمام كيف يصف هذه المضامين إنه يصفها باللسان الذي يناسب المتلقين في ذلك الوقت وفيها إشارات تناسب زماننا المتلقي في زماننا يستطيع أن يدركها بشكل تقريبي كما أفعل الآن والكلام على سبيل التقريب أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم الحقيقة كما هي هي إنه التقريب وحينما أقول إنه التقريب لا أتمد على هذه الرواية فقط انتظروني في يوم غد وما بعد يوم غد ستطلعون على الكثير من التفاصيل من خلال الطلاع الموسوع على كل هذه المضامين إنني استنتج هذه الاستنتاجات فأنا لا أتعامل مع الرواية بما هي هي وكأنها وحدة معرفية متكاملة أنا لا أستخرج المعاني بهذه الطريقة الشافعية الضالة أنا أستخرج المعاني بطريقة محمد وآل محمد التي يريدون مني أن أستعملها إنها طريقة معاريض الكلام وطريقة لحن القول إننا لا نعد الرجل من أصحابنا من شيعتنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول من الذي يلحن له في القول إنهم هم يتحدثون عن لحن قولهم عن الطريقة التي يتكلمون بها لا تكون فقهاء حتى تعرف معارض كلامنا الإمام الصادق يقول إني أتكلم بالكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج تلك هي معارض كلامهم هذه المعارض لن نصل إليها إلا من خلال حفظ حديثهم ومن خلال استخراج قواعد تفهيمهم من نفس حديثهم ومن خلال المعايشة الطويلة مع حديثهم وقرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن خلال المتابعة الدقيقة عبر الموسوعية الشاملة لمعارفهم في قرآنهم وحديثهم حينئذ نستطيع أن نكون ممن يدرك معارض كلامهم هذه مشكلة مرجئية النجاف فهم وهذه المضامين على قطيعة تامة لا لا يدركون معارض كلام محمد وآل محمد ولا يتذوقون لحن قولهم لأنهم ساروا في منهج بعيد عن منهج محمد وآل محمد منهجهم هو هذا هذا الذي أشرت إليه قبل قليل هم الذين يقولون أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا وفهمهم مننا هذا هو منهجه أما منهج حوزة الطوسي هو منهج الشوافع ومنهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة لا علاقة له بمحمد وآل محمد إطلاقا ولا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن الفقه هذا هو فقه محمد وآل محمد هذا فقه هم فقه مراجع النجف لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد أعود إلى الرواية الشريفة فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض فإنها تصيح فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها حتما عندهم أجهزة استلام وهناك موجات متطابقة هذا جهاز رادار فأخذ فأخذها الخضر أخذ هذا الجهاز أخذ هذه الخرزة فأخذها الخضر ومضى في الظلم الخرزة الخرزة ليست بالضرورة أن تكون صغيرة في لغة العرب الخرزة قد تكون كبيرة وكبيرة جدا فلا ينسبق إلى أذهانكم من أن الخرزة كخرزة المسبحة مثلا أو كخرزة القلادة التي تلبسها المرأة الخرزة قد تكون كبيرة وكبيرة جدا لكنها قد صنعت من نفس المادة التي تصنع منها الخرزة الصغيرة فالخرزة قد تكون كبيرة وكبيرة جدا وقد تكون صغيرة كخرزة المسبحة على سبيل المثال فأخذها الخضر أخذ هذه الخرزة أخذ هذا الجهاز الذي وصفه لنا أمير المؤمنين من أنها خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء وهكذا أخبرنا عنها أمير المؤمنين مثلما كان يقول ذو القرنين للخضر خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها وقد يكون السر في الصوت نفسه هذا الصوت ربما يبرمجهم من دون أجهزة استلام لربما يصل إلى مسامعهم إلى جهازهم السمعي الحسي يتحكم بحركتهم ويعيدهم إلى حيث الخرزة الذي لا يعلم أن الرواية صدرت قبل ألف وأربعمائة سنة وأكثر من ذلك أكثر من ألف وأربعمائة لأنها في حياة أمير المؤمنين من شهادة أمير المؤمنين إلى الآن قد يكون أكثر من ألف وأربعمائة أعني من زمان الرواية إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الإمامة حدث بها الأصبغ ابن نبات في أول مجيئه إلى الكوفة وربما حدثه بها في المدينة ولكن لنفترض أنه حدث من حدث بمحضري ومسمعي الأصبغي ابن نبات في أول مجيئه إلى الكوفة فإن المدة الزمانية ستكون أكثر من ألف وأربعمائة نحن الآن في سنة ألف أربعمائة وثلاثة وأربع الذي يسمعني ولا يعرف تأريخ الرواية يتصور أنني أتحدث عن رواية من روايات الخيال العلمي التي ستمثل في هوليوود في أفلام الخيال العلمي هوليوود يعني الخشب المقدس والخشب المقدس في الثقافة الغربية وحتى في غير الثقافة الغربية هو جزء من مواد السحرة إذا ما عثروا عليه بمواصفات معينة فإنهم يستعملونه للوصول إلى الأحلام ومن هنا يقولون عن هوليوود من أنها مصنع الأحلام مصنع الأحلام للعاملين فيها ومصنع الأحلام للناس الذين يشاهدون أفلامها على أي حال أعود إلى الرواية الشريفة فأخذها الخضر ومضى في الظلمة وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين فهما لا يسيران معا لأجل أن يصل إلى غايتهم الخضر هو الوزير وذو القرنين هو الملك قطعا الأجهزة المهمة ستكون عند الملك ولذا فإنه أعطى جهازا من أجهزته إلى الخضر إلى الوزير فالخضر ذهب يبحث في اتجاه وذو القرنين ذهب يبحث في اتجاه آخر ولذا الأمير يقول وكان الخضر يرتحل يتحرك وينزل ذو القرنين ينزل للاستراحة فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلم رأى منطقة مميزة فقال لأصحابه قفوا في هذا الموضع لا يتحرك أن أحد منكم عن موضعه ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف أن لا تجيبه ثم أجابته فخرج إلى صوتها هذا يعني أن الجهاز هذا ليس فقط لإرجاع الذين ضلوا طريقهم وإنما يستكشفون من خلاله الأماكن المجهولة التي لا يعرفون حقيقتها فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلم فقال لأصحابه قفوا في هذا الموضع لا يتحرك أن أحد منكم عن موضعه ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي يبدو أنه كان على مكان مرتفع كان على جبل فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف أن لا تجيبه ثم أجابته فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين على جانب عين الحياة وإذا ماءها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياغوت أصفى من الياغوت أصفى في لونه فكأنه بلون الأبيض الياغوتي وإذا ماءها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياغوت وأحلى من العسل فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه أرجعها إلى المكان العالي حيث يقف أصحابه فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا ومرذ القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر إنهم في مكان بعيد عن مجموعتنا الشمسية هل تريدون تعابير أوضح من هذه التعابير ونحن نتحدث عن زمان أمير المؤمنين قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة كيف يتكلم أمير المؤمنين في ذلك الزمان عن مثل هذه الحقائق ومرذوا القرنين بعده بعد الخضر فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار الحديث عن نهار الأرض ولا شمس ولا قمار إذن هم في مكان بعيد عن مجموعتنا الشمسية بل ربما في مكان بعيد عن مجرتنا عن مجرة درب التبان ما يدرينا ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمار ولكنه نور طاقة ضوئية فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلو فخرجوا إلى أرض حمراء ترابها أحمر ورملتها خشخاشة فركة الفركة اللينة والخشخاشة التي يصدر منها صوت حينما يمشي الإنسان عليها فلربما لكثرة نعومتها فكثرة النعومة في الرمال في بعض الأحيان إذا ما سار الإنسان عليها تكون سببا لصدور صوت ما الخشخاشة هو صوت صادر من شيء فيه يبوسة إلى حد ما وفي بعض الأحيان قد تكون النعومة الشديدة في الرم مثلا تسبب هذا الصوت فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور طاقة ضوئية ليست كالطاقة الضوئية في أرضنا فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ أرض حمراء والحصا كأنه اللؤلؤ بلون اللؤلؤ إنه اللون الذي يختلط فيه البياض بالصفرة الفاتحة هذا هو لون اللؤلؤ البياض مع شيء مع شيء يسير من الصفرة تكون سببا في جمال وزينة ذلك البياض فهذه أرض عجيبة أرض حمراء رملتها خشخاشة فركة لينة وتصدر صوتا عند المشي عليها وربما هذا الصوت من رمالها الناعمة ومن حصاها الذي كأنه اللؤلؤ أرض غير أرضنا وضوء غير ضوء إنهم في مكان بعيد ما وراء الظلمة فقد تجاوز الظلمة ودخلوا في مكان فيه نور سفرة فضائية عجيبة يحدثنا عنها سيد الأوصياء نذهب إلى فاصل يحدثنا أمير المؤمنين بالكثير من التفاصيل إلى أن يقول سيد الأوصياء ثم انصرف راجعا ذو القرنين وصل إلى ذلك المكان الذي كان مضيئا لا بضوء نهار ولا بضوء شمس ولا قمار إلى تلك الأرض الحمراء التي رملتها خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ ثم انصرف راجعا في الظلمة رجع في نفس الطريق فإنه قد تجاوز الظلمة إلى ذلك المكان ثم انصرف راجعا في الظلمة فبين هم يسيرون اذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم للحديث تتمة تتمة الحكاية تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى هناك الكثير من التفاصيل لا أريد أن أختصرها لكم بشكل وجيز وسريع ووقت الحلقة صار طويلا الكثير من المطالب المهمة وهي أهم من مطالب اليوم ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر